السلام عليكم ورحمة الله ايضا اليوم مع الامتح الموحد المستوى السادس ابتدائي الدورة الثانية دورة يونيو الفين وثلاثة عشرين مادة التربية الاسلامية اه دوك الاسئلة اللي هتكورة هي دائما تتكرر حاول اتراجع غير هادنا موادجات ورميكونا الخير ان شاء الله دائما نقرأ الوضعية في يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك ذهبت مع ذهبت مع والدك الى المسجد تحدث الخطيب عن مفسدات الصومي وسنانيه كما ذكر ان الدين مراتب واورد قصة بعض الانبياء اذا هنا يختكون الدين واورد قصة بعض الانبياء والصالحين واثناء الصلاة قرأ ايات من سورة الجن سؤال استظهر كتابة من بداية سورة الجن الى قولي تعالى ولا 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 دا اذا هنا من بداية سورة الجن اذا بسم الله ضروري بسم الله لان البداية هذه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل قل اوحيا الي انه سمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد الرشدي يهدي الى الرشدي فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة صاحبة ولا ولا دا جيد يشرح معنى المفردات الاتيتين ذوك بمعنىكم حافظين القرآن سوف تكون حافظين مع تلك كلمات دا الشرح ذوك الرشد هو الحق اه جد ربنا يعني قدره ربنا وعداماته اه اكتب القاعدة التجويدية في الموضعين الاتيين اه اه هنا تعالى القاعدة التجويدية هي الامالة. يعني تعالى ولكن كتميل بحل الكسر. هي مفتحة. ولكن كنميله. تعالى الامالة. بربنا هذا آآ كان هنا مد بربنا. هنا تفخيم الراء. بربنا تفخيمه الراء. وانتما هالكلمة اللي يعطوكم مرة كلهم ديرينهم في الدرس. يعني كلهم ديرين لهم الاحكام الجويدية. هما اللي غير يعطوكم منهم. ما غير يعطوكم شي حاجة اللي غير تشاهدون فيها. ربعة ماذا كان رده في الجن لما سمعوا القرآن الكريم. الجن من اللي سمعوا القرآن الكريم قالوا رسمنا واحد القرآن يعني عجب يعني عجيب. ويهدي للتي هي اقويم. يعني يهدي الى الرشد والى الحق. وانطبيط الحل امنوا بالله سبحانه وتعالى. اذا ماذا كان رد فعلهم? امنوا بالله تعالى. امنوا بالله تعالى. ما اللي اسمه القرآن? امنوا بالله سبحانه وتعالى. جيد. هذا سوء الرقم ربعام. شو السوء الرقم خمسة? من خلال الايات التي قمت بكتابتها يمكن ان نستخلصها ما يلي. عطى الجواب الصحيح. يتصف الله سبحانه وتعالى بالوحدان يا صحيح. الله سبحانه وتعالى. اه وحيد. اه يعلم اله وحيد فقط. يعلم الجن الغيب. الجن واش يعلمون الغيب? خطأ. لا يعلمون الغيب. لا يعلمون الغيبة الا الله. عما ذاك دي السحر مثلا. اللي كيقولك ركي عونه مجنون. يا رفع ان كي عونه مجنون. هناك الجن ركي يتلقى الخبر هو نازل من السماء. صحيح يخرج منه. من الله صحانه وتعالى. كي يتلقى عليه في الطريق في السماء. وكي شدو كيوصلوه لهذاك الساحر لكي بكتاجي نسحر لك. وكذا الى خير. اصل بخطٍ بين كل مرتبة بمعناها المناسب. اذا هنا الاسلام الايمان الاحسان. ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك هذا الاحسان. هذا الاحسان. ان تشهد ان لا اله الى الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة. و الى اخير هذا الاسلام. ان تؤمن بالله وملائكتي وكتبه رسولي هذا الايمان. وهذا كما قلنا الاحسان. اه سبعة من خلال ما استفدته من دروس التربية الاسلامية وما سمعته في خطبة الجمهة حول موضوع الصوم. اضع على ما اما الجواب صحيح. الصوم دي مركز تعتم مية في المية. دوك من شروط الصيام. اذا الاكله والشرب هذا. اه وش من الشروط وش من الفرائد من المفسيدات. الاكل والشرب من مفسيدات. اه اه عفوا من الفرائد. الفرائد. اذا هذا من الفرائد. اه الاسلام هذا من شروط الصيام. لما ان تكون مسلم شرط يجب ان تكون مسلم. لكي تحسب لك الجرد الصوم. اه ذكر الامام في خطبته العبرة المستقات من قصص بعض الانبياء والصالحين. كما تحدثت عن مرحلة الدعوة السرية. اصلوا بخط العبرة بالقصة المناسبة. اذا قصة الياسير. اش من عبرة عندها? وقصة ابراهيم عليه السلام. اسيا زوج فرعون. اصحابه الجنة. دوك الياسير هذا الصبر. في المسلمة الياسير الصبر. لان تتعذبه بزاف من طرف قريش. ورغم ذلك ما كفرهش صبره. اه قصة سيدنا ابراهيم هذا الحوار والاداب والنصح. ستكون معارفين وما ذلك. اسيا الزوج فرعون. هذا الايمان والايواء. هذا ما لا تكون في ملخصات. لانها اه وتموسى. شدات ما عندها? هذا هو الايواء. اه وتموسى. وامنت بالله سبحانه وتعالى. قصة اه اصحاب الجنة. هذا حقوق المسكين. اصحاب الجنة. هم اصحاب البستان. كان عندهم بستان وما خرجوش اه زكاة وعطوه المساكين وذلك شيء. ويتحرق لهم كل شيء. في رأيك وانطلق عام ما درسوا هذه السنة. ما الغاية من تبليغ الدعوة سرا في بدايته. علاش في البديرة السلسان كان كيدر الدعوة سرا ما بغاش يجهر بها قدام قدام قريش كاملين. هنا حماية للمسلمين من شر القريش. لانه كون دارة جهرا. المسلمين اللي غايتابعوه كلهم غادي يتعذبوا من طرف قريش. ذاك شيل اجدار السرا باش اللي بغي امن يآمن في اللول. اه بسرية يعني ما يعرفوا حتى شي واحد. اذا حماية للمسلمين. حماية. للمسلمين. هذي اولا واختبار صدقهم. يعني اللي امنوا في اللول. اللولين حس يختبر الصغير مش بالصح ولا غير تيد داهره قدامه. واعطاء الوقت الكافي لبقية ولا لتقوية المسلمين. واعطاء. هذي لا تكون في ملخصات تشرح كل شيء بالملخصات. الوقت الكافي. للمسلمين. لتقويتهم. باش يقولوا اول ان يتزاد العادة بزاف باش ما اللي يدروها جهرا يكونوا كتار. ويكونوا قويين الاخرى. ما هي الصلاة التي يؤدي المسلمون في شهر رمضان بعد ولبوا عيدة صلاة العيشاء من طبيعة الحالية صلاة التراوية. اه اتمي الحديث النبوي الشريف عن ابي هو ريال رضي الله عنه قال. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التم تميمي. جالسا فقال الاقرع. ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا. فنضر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال. اذا هنا يخصنا ندروا الحديث اللي ستكون حافظين من طبيعة الحال. من لم يرحم لا يرحم. اشنو قال لي? من لا يرحم. لا يرحم. يعني هذك التقبيل البوسة اللي بس الدرس غير عالي. يعني هذك راح فيها راح مع الحسن بنو بنو عالي رضي الله عنه. اه هنا كنا مع انتحال موحد للمستوى السادس ابتدائي. اه الدورة الثانية دورة يونو الفين وثلاثة وعشرين مادة التربية اسلامية نتمنى تنجحوا كاملين يا رب. اقولوا امين. ما تساوش للفيديو. الله يوفقكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.